في منتصف القرن التاسع عشر كانت دولة باكستان تخضع للحماية البريطانية وتقول إحدى الروايات من تلك الحقبة أن هناك رقيباً بريطانياً طلب من أحد العاملين المحليين أن يصلح له كرة قدم مثقوبة وبالفعل نجح العامل وقدم للرقيب البريطاني الكرة كالجديدة وهو ما أسعد الرقيب البريطاني بشدة وتقول رواية أخرى وهي مشابهة للرواية السابقة إن الجنود البريطانيين طلبوا من العمال في مدينة سيلاكوت الباكستانية أن يصنع لهم كرات قدم وذلك نظراً لطول مدة وصول كرات القدم عبر البحر قادمة من بريطانيا وسواء صحت أي رواية منهما فإن هذه كانت شرارة البداية لدولة فاكستان التي باتت تستحوذ على أكثر من 70% من صناعة كرات القدم في العالم حيث تقوم بتصدير أكثر من 60 مليون كرة سنوياً ولكن بالتأكيد عزيزي المشاهد أنت تتساءل الآن لماذا كل هذه المعلومات؟ بالتأكيد بسبب كأس العالم فخلال الساعات الماضية شهدت منصات التواصل الاجتماعي لغطاً كبيراً حول كرة الرحلة وهي الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022 والتي انطلقت منافساته بالأمس على ملعب البيت فتداول المستخدمون صورة لكرة المونديال الرسمية مكتوب عليها Made in Egypt أو صنعة في مصر ليتساءل الجميع كيف تصنع كرة كأس العالم في مصر وباكستان تستحوذ على هذه الصناعة في حقيقة الأمر مصر بالفعل صنعت كرة كأس العالم وذلك بعد اتفاق جار بين أحد المصانع المصرية والمصنع المصدر لكرة كأس العالم في باكستان حيث حصلت مصر على حقوق تصنيع الكرة والمشاركة بجزء من الكرات المطلوبة في المونديال القارط قطري فلنشاهد مصر لنجحة النهية تشارك بجزء من القوار اللي مشتركة بكأس العالم فهنا مشاركين إن شاء الله بحوالي 1500 كرة في المونديال بتاع كأس العالم في القوات الأول الفكرة جاءت أن احنا عملنا اتفاق مع فورورد الباكستانية فورورد الباكستانية دي أكبر شركة عالمية مستحوزة على 80% من شركة أديلس في إنتاج الكوار والملابس الرياضية والجهزة من الرياضية متواجدة في باكستان حضرتك فإحنا ننجحنا إن احنا نطنحهم الحمد لله إن هم يفتحوا في مصر بناء على توجهات الرئيسة ورئيس الجمهورية والحكومة بإحنا نستخدم بعض التكنولوجيا الخارجية في حيث إن هي تبقى متواجدة في مصر فالحمد لله إحنا ننجحنا من شهر صبراعي للذات إذا هم يفتحوا فورورد إيجيبت واقتنعوا الحمد لله وابتدنا في شهر 2 اللي فات بتاعت التدريب بتاعنا في منطقة الربيع ولم تكن كرة كأس العالم هي الوحيدة التي تصدرت حديث المستخدمين بل ما قام به الجمهور الياباني عقب المباراة الافتتاحية للمودال القطري فعلى الرغم من أن منتخبهم لم يلعب في المباراة إلا أن أعدادهم لم تكن طاغية أيضا في المدرجات إلا أنهم حرصوا على نظافة الملعب بعد نهاية المباراة لنشاهد الفيديو في نهاية المباراة الافتتاحية بكاس العالم بين قطر للكوادور صار هالشي الغريب الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى ممبراتهم ولما سألتم عن السبب اللي خليهم يطفون شيء أهم ما لهم علاقة فيه كان الجواب نحن لا نترك المباراة لا نترك المباراة نحن نترك المكان لا نترك الكاميرا نترك الكاميرا نترك الكاميرا بس طلع عليك نهاية الملعب قلنا نقوم متوسعين في كل مكان هاي شي سمعت عنه بس ما توقعت أنه وقعي بهالطريق واو فوق ذي كله صالة والأعلام من الأرض حطوهم أغلبهم على الكراسي واخذوهم تقول احترام رسبيك رسبيك كرة كأس العالم المصنوعة في مصر وما فعله اليابانيون حصد العديد من التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي لنتابع البعض من هذه التعليقات والتغريدات والبداية مع هاني حيث كتب عبر فيسبوك وقال مبروك علينا ودائما صنع في مصر تكون فخر لنا بينما حسني فكتب بالتوفيق للصناعة المصرية هذه الخطوة من الممكن أن تكون بابا لنا في صناعة مهمة جدا في عالم كرات القدم أما ما فعله اليابانيون فقالت زينة عبر تويتر لا أتعجب من مثل هذه التصرفات إذا كانت من اليابانيين لأنهم يحترمون الأماكن والفعاليات العامة بشكل كبير بينما عبد العزيز غرد وقال اليابانيون دائما ما يعطون انطباع ممتاز عنهم في كل بلد كأس العالم 2022 انطلق بالأمس بحفل افتتاح كان حديث الجميع عبر منصات التواصل فشاركنا عزيزي المشاهد بأفضل اللقطات والمشاهد التي نالت إعجابك عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا